فينا باللي كومنتر بتاعكم زي تتفرج فينا لايف على الباش فيسبوك راديو ميد تونيزي ولا باش برنامش برايم تايم باي راديو ميد كالعادة في اللقاء تذهي نمشي للغوفي دو بخيس غوفي دو بخيس في اللغوفي دو بخيس من جريدة نبدأ ومن جريدة المغرب في صفحتها الرابعة دونك النهضة ومبادرة جديدة ومبادرة جديدة للخروج من الأزمة الداخلية مرحلة انتقالية ومنصم الزعيم للغانوشي ملائق اخذ باليمنى يفتك باليسرى ماذا شايف والله شوف البرح هو تصريح متى الهاروني شفناه هو حوار تقريبا قدم فيه المبادرة هذي ولا طلعة هذي المعنى التأتي باختصار هو مدى الحياة رئيس مدى الحياة ندرش نكونوا واضحين معاش منصب الزعيم هذا يجي في تونس ولا مقبول في تونس بعد الثورة تقريبا صارت عند عشرين عام تعرف عشر سنين سمحني الثورة والانتفاضة اللي صارت في تونس ديما عارفت وجود حركة النهضة اللي ديما يصارحوا اللي هما حركة ديمقراطية اللي هما الأمر شورى بينهم وعنده مجلس شورى وهي حركة فيها مؤسسات وكل شي لكن هذي رئيسة مدى الحياة معناش المنصب هذة اللي قابله شنو المرشد في إيران هو مرشد الثورة في إيران فما رئيس وفما رئيس مجلس نواب فما قل شاي لكن هو عنده ما نعرفش شنو بشمشيه حركة النهضة فيها الحكاية ولا لا في كل الحالات هو شأن داخل الحركة النهضة لكن ما وجعلناش روسنا لأمر ديمقراطي معناش الحركة داخل أمر ديمقراطي والقرارات تأخذ بالمؤسسات وكل شي ظهر أنه زعيمها هذة معناش كما يقول رئيسها راشد الغنوشي مش معناش قابل أنه سلم بفور ويقول هذا ما هو شخصية عادية راشد الغنوشي بشي يخو منصب اللي جي ولا بشي يخو منصب متقدم في الدولة ناس يجعب الكريم الهاروني مرة أخرى قلت لك يزم يراجع تصريحات ويزم يحظ روحه برشة مرات قبل الحديث هذا عنده هو شخص مش عادي نحن كل سياسيين كل كيف كيف والناس لكل الصندوق هو الفيصل بينهم كل سواء أمر حزبي داخلي ولا شأن حزبي داخلي ولا شأن كل سواء في البرلمان ولا في الرئاس الجمهورية فما الصندوق فما العبات شو تحب وشو ما تحبش إذا كان دخلت في مخاخنا بمختلف توجهاتنا إنه الانتخابات العباد قبلتك والعباد ما قبلتك تحب تفرض حاجة أخرى على العباد ربي معاك كان تابعوك أما هذا المقابل المتاعه هو مرشد لزعيم الثورة في إيران الخميني في إيران هو اللي يبشيحكم في الدنيا الكل معاهم هو يقعد زعيم ويحط رئيس الحركة ويحط رئيس مجلس سورة للحرك ويحط الناس كله ويقعد ديما يختبت من الآخر باش ما نطوروش هذه مبادرة لإعطاء رئيسة مدى الحياة لرشد الغنوشي بتاع حزب حركة النهر واضح خلنا خلال الباريغراف الليلاني اللي في الارتيك سوفيان مفرحات الأسبوع الفارد وقع تداول نص جديد في صفوف حركة النهر تقدم أصحابه كوسطة لحل الخلاف يقترحون الخروج من الأزمة عقد مؤتمر توافقي في 2023 استحدث منصب الزعيم لمؤسسها رجل الغنوشي مقابل انتخاب رئيس جديد للحركة هاي مانا شو مرة أخرى يبينوا جماعة حركة النهضة وأنهم مهمش داخل منظومة الديمقراطية مصب الزعيم مش موجود في حتى حزب في العالم توقع العام قدموا وخروا وقالوا باش نعملوكم الوصل والفصل الفصل بين الدعوي والسياسي معناها هنا تونسي مسلم يجيوا وقلوا لي هاو باش نعملوك في الدعوي باش نردوك مسلم في السياسي باش نعطوك انتخابات وفي الدعوي باش نردوك مسلم توقع نفس الشيء أولا في الأحزاب تنتخب الرئيس ولا من العام في الأحزاب في العالم أجمع مسلا ماش الزعيم الزعيم توصيف يعطى مثال تقول تشيكي فارا كان زعيم في كوبا بورقيبة كان زعيم عبد الكريم القاسم كان زعيم مندلا كان زعيم الزعيم ينتخب في حاشتين أما في المافيا عندهم زعيم ديم كما تطورينا ذاكر يشدوك وانا كما قال لك في الحركات الدينية شيعة وصنة الخامنائي مثال زعيم في إيران الآن وإلا المرشد الأعلى بتاع الأخوة المسلمين كما توجد في مصر المرشد الأعلى معناها اللي هو بغاية المنتخب يبقى معناها أبيخ بتوير دومور بعد الحياة هو غاديك اليوم وقت يقدم ويأخره من جهة يقولوا احنا تخلنا في الديموقراطية ومن جهة يقول لك كان بش نتخب ومنصب زعيم من يجبتوها هذه بلعة قالوا تعافش الديموقراطية قالوا نزيد فيها كما جاء قال لهم أنا ضد عبيل قال شنوة قال تجمعية وكل شي هاو جيب من عام تجمع ملا واحدة شوف البدح في عاجب اليوريمي صديقي ناف من إحنا صغار شوفيه يحكي في التلفزة مسكيني سخ ماشي جايب من عام التجمع وهو يقول أنا ضد هذيك خطرها تجمع في باله هذيك مش يكثرها والمونوبورم بتاع الثاتر عند عبيل سمى أشكلية كبيرة يا شيك تدخل منظمة الديموقراطية استعبر الديموقراطية وهي الأحزاب اليوم مؤسسات والأحزاب تحاسب على تمويل بتاعها وتحاسب على الشفافيات متاعها وتحاسب كذلك على المحكمية متاحها كانك ديموقراطيية ولا لا اليوم تنتخبه رائش وقال أن تنتخبه رائش مدى الحياة تمشي معها ينتخبه سيددي مدى الحياة وانا وقتا نقولcho عنيش أنتخب فيه رائش مدى الحياة هالكزامبل النجم ننقيّtable والبعض يقولون له نظر لن اعتبارات تاريخية وغيره نتخبوه عندما تجي تقول هلا بش نتخبو زعيم يهو زعيم تاع انكلان مافيو يهو زعيم تاع انكلان روليجيو أفربيتور دموح كما الخامنائي وكما المرشد الأعلى وهذي تورطهما التوسيلات الغنوشي سيدنا صلى الله عليه وسلم سيد البشر نهار عمل خطوة الوديع قلبنا عرش العام هذي جاي بش تقابلكم ولا لا لا يعلمش هو الغيب وعمل خطوة الوديع وقال فيها مقال وقال والولد والفراش والله الحجر وأوصى بالجار وقال كذا وكذا معناها الاشكالية الكبرى هو انه كي يكبر سلاش الغنوشي ديوم يزم يقعد هما مورطين باش ما يخرجش من الحركة ما نعملوش المؤتمر شد رئيس مجلس نواب في نفس الوقت يزم يقعد على رأس الحركة ما عندوش حق بالشي يعمل هكا سما مياه عملو له ومعناها وثيقة قالوا هما عملو لهما انتميداسيون وحاجات كما هذي نرقاوه طيح بتكلبسة نصبيرها الزعيم شمش يولي يقول استقبل المثال سيد الرئيس الجمهورية الزعيم الرجل الغنوشي هو حتى بورقيبة كان يسمى المجاهد الاكبر واحنا كنا نضحكوا وقت يقولوا مثال المجاهد الاكبر قام بجولته اليومية قابل مندلة قابل عرافيت والله مجاهد مع مجاهد سمى التناسم ام مجاهد اكبر ومبعد يوريه يعوم بحثي الحوت وحاجات كهة مجيش اليوم بكل صراحة سمى حكمة وانو اه ادمة الديمقراطية تدخل فيها بحذافيليها نصا وروحا ولا سيب عليك بتكالبثات هذية بتاع الزعيم والزعيم غدوا عمام بش يدخل في صلاح مع الرئيس ومبعد ينوليه نعملو كيم عمال بوتين ومجفيديف يولي مبعد يقولوا يجيش حدنتي الزعيم وطاني مشي انا رئيس ويحلم انا الاوان بش يفهم اه سيد راشد الغنوشي معاتش ينجم اليوم حتى قدام الشباب الحركة براف السلم فهمة واحد في التفسير بقى تعفنا خلاله على الغالياني قالوا ليه الغالياني لو اه اسلامي واحنا حطينه في التجمع وعنا مدة ولبدين به غديكة وفكيكنا به التجمع وتوا رجع الدول ولا بعدني يعني وصلوهم ساكن العبيد معناها عرفتوا بيني ايكل شوية قلت وبعد يصبر شوية يعطيه شوية تبنى وبعد يعطيه شوية قصيبة ولا حاجة كهك يعني بشي واللي وجمانة النهزة مساكن الوجوهم تتغسل ياخي وخذوا قرار اما سيد حطوه لا ايش بدل حيات نظرا الاعتبارات بلقيبك العام قالهم ياخوي الشعب يحبني وعليش تتعمل في انتخابات وشاش في الحجاني بحاج عمار قال حطوه رئيس ودى الحياة وحطوها في الكونستوشون ترجبه رئيس بلقيبك وانو حطروحوا رئيس ودى الحياة لانو عام تسع وخمسين وقت عامو دستور سعو خمسين استجبوا صحافي من الاكس بلاي سنذاك قالوا عليش وانشيتوشي بالنظام الاسلامي قالوا نظام الاسلامي يشيخ الخليفة والتشيخ مع المؤسسات ويخطنوه وحكالو على سيدة عمثمام العامفين هو تحفي نفس الخطأ اليوم حطوه رئيس ودى الحياة وقلو ك بها اوكي انتو ما في عقليتكم ابلتوه اللي بش يدخل لحزبكم يقبل هاك او لا اما تقول لا بش انتخبوا رئيس وبش انتخبوا منصب الزعيم نتحديهم في العالم اجمع سمى منصب الزعيم ابر في الكرتال متعميد اللين وإلا في الخميناء وحاجات كيب هاك اليوم بكل صراحة اهبطنا للدرك الاسفل عشرة سنين بعد الثورة اه في بالنا حتى البارح نسمع في الوزراء والله يقلبي وجهاني كيفية يردوا على العباد بارح ريورة على خمسين هاو زراف مسمو بالشار بالله العظيم ما ترد معنى ها نمشي وننحضروا شفت كما وزير المالية يقدم واخر قلم هايا الملاوي طوى اللي يعنطي تعمل الملاوي بش ندفعوها في الفيسك وقالوا له كيفاش قال نمشي وننعسوا قديش شريك سميد بش ننطبوها دولة حكوبة جمهورية تعرف قديها ميزانية سنين وخمسين مليار دينار معنى ها كل جمعة بش يصرفوا في الدولة مليار دينار كل جمعة والتبع في مراه قديش معنى ها باعت في ملاوي وحكاية كبه هاكا يعني تدني كبير جدا حتى في المحتوى السقف منتع الخطاب عام 2011 و2014 حتى 2017 أرقب يصر من طوى هاو هاذا ما قالوا لنا هاكايا هاو بالرغم للخطاب في الوقت ذاك زادا القى انتقادات كبير كانت تقاديت لك بقي أرقى. اليوم لو بشي تلعو لنا غدوة ينجم يجي حمل أمامي يقولوا رفيق الأوفى. انتخبوني معادش دانتق راسمي وناطق الدائم. الرافيق الأوفى أنا أقدم واحد. بالأكزمبل ينجموا تلعو لك بطلعت كبه هكا. وبعد يقولوا شبيش شعب التونسي بالمجتمعهم. تبدأ تحكي هكا مع شعب التونسي يكرههم كل عن بك التي أبيهم بيمينهم بيسارهم. وبالحكاية بتاحهم كل ما عادش عندهم حتى مصداقية وتمخذ الجبل فولد فأرا في هالمشروع هذا اللي قدبه شعب الكريم الهاروني كنت نظنه أذكى وأرخى من أنه يتيح في مثل هذي السفلات. مواضي شريف هذا هو الحل الوحيد معتها معتها ما فماش حل آخر باش يتعداوا الخلافات اللي موجودة في الحزب. الحل شنو؟ بالنسبة للحل هوم حطوا راح في مشكلة مش حل هوم يمشيوا حطوا راحوا في مشكلة الحل هو يمشيوا المؤتمر حب يكونوا حزب عادي. حزب ديمقراطي يمشيوا المؤتمر يعملوا انتخاباتهم اللي يحب يترشح يمشي يترشح واللي ما يحبش يترشح ما يترشحش ويعملوا انتخاباتهم يعملوا مؤتمرهم. هذا هو العادي هوم واخروا قد ما عملوا مشكلة هوم المشكلة اللي يدخلين فيه شنو؟ اللي هو مسألة التأليه متاع الناس. ما عندها الرجل غنوشي ما هو فم يزم سيادة فماشي اهم من منصف في امريكيا. شخص اللي شد للولايات التحدة الامريكية يولي اقوى شخص في العالم. الاقوى شخص في العالم هذا يكملش بمدى الحياة. عنده مدة يكملها وعنده مدة ثانية الحق في ترشح فيها. كان عودوا ترشحوها. يعملوا ده ثانية. ومبعد هزو. شان لقيته ومن لقيته. ويرحل. موش يقول يحب يقول يزعيم. معنى رئيس الولايات التحدة الامريكية. احنا. يشدش رئيس اه شنو؟ رئيس اه ابسط حاجة. ما تطور ما الاخرى كشيفة تغشو. رئيس بلدية. رئيس اي. جمعية اي جمعية. اي جمعية. ما يحبش. يتنحى. ما عادش يتنحى. تولي هذيك فونت كوميرس. ملكه. الكرسي هذيك. ملكه. ويوحل. معنى ماذا بينا كريس اتفال باش معاش يلسقوا. معنى معادش يحبوا يتنحى. وكل رهوة. اي. هذا للأسف. شوف نحنا. المرحوم بيجي قايزة سبسي. معنى عمره كبير وقتها هو الله يرحمه. وقالوا ليه ما يعود يترشح مرة اخرى. هذي المسلمة التأليه. احنا مازلنا مينش قابلين. اللي عندك اربع سنين ولا خمسة سنين. مونداء. مونداء ثانية. وبسلمة. معنى معنى معاش عندك ما تزيد. انت وفيت. اكا هو. خذيت فرصك في فترة مية. معنى معنى خذيت فرصك وليه وعطيت للافكارك. معاش عندك. شجاء عندك افكار جديدة. باره شوف حاجة اخر. تغرم بحاجة اخر بالمصيد. بالمناش حصيله. احنا اللي. احنا نشده للشخص. نبدأو نقلهوه. نبدأو نقلهوه. نبدأو نقلهو فيه ونعطيه فيه في الصيفات يا ديكة بتاع هاو المجاهد الاكبر هاو الزعيم هاو درا شنون. في الاخر طيب الشبيب طيب. طيب انا نصور روحي انا موجود في حركة نهض على الله يقدر. مهمت. ومعنى عندي عشرة سنين طيب مثلا كما اقول من خمسة وعشين عام. خمسة وعشين عام. خمسة وعشين عام. وانا مازلت في حركة نهض. مع نجمش القدم اذا كان ما يخرجوش العبيد وما ما يتقدموش. وفما نسمع عندهم افكار اخرى. يمكن فما افكار تحرورية داخل الحركة يمكن فما. ومنشيو حتى حتى في الشباب حتى نشوف الجيراسيون الثاني شو متسمع يا سفين عبتي في المكي. اي. وامد الحمامي وسامير ديل واذكم. اي جيل اخر مش بجيل المؤسسين. اي جيل لبعض المؤسسين. اي. هاذك بشي قدو حياتهم كاملة معتها جيل هكبة وفلوسطانين والخلط عليهم الصغار. مو هذيك الحياة الحزبية كيفاش. مع تغير في المناصب انتخابات تنافس. باش من بعض يخدموا خليوا حزبهم قايم. معلت بالتصريح متى البارح تقريبا نجم ونعلنوا اللي ما عاشوا عنها حتى حزب في تونس. اذي مشكلة الحزاب سوفين فرحات الاستمرارية مش موجودة. المشكلة الحزاب انا رأيه وانو حق ومفروض وانو الدستور اليموارية التنسية تناول الاحزاب كما الدستور اليتالي ميزان لقول الحزاب مؤسسات تتسعى الى فريضمبل تكون ادوان هو الضبط اساسية. احنا ما ما قالش هذي حتوا في نزام الانتخابي وغيره. وعملنا قانون الحزاب اه بدلناه وعملنا مرسوم وغيره. وما ما حكيناش على المحكمية وحاجات كيم هاك. سيفني اليوم مشكلة اه الحزاب وانو الكلها رجلاجة الكلها ملتبتة بالشيوخ. اه ثم اجيال صغيرة اه قاعدة مثال شوف ناخذ حجب الطيار الديموكراطي لهو في انتخابات البلدية ثم التشريعية جاب اشياء نباش بها. لكن جاب وجوه جديدة. اغلبها. اليوم مش فرصة ما محمد عبو وشواشي ومدام عبو وغيره معناه محمد العربي زلاسي تقول انتي اه هشام العجبوني عندهم ديجون كمزيد الغرنية وحاجات كهكا ديجون في وسي. تحسوا نو ثم اجيال اخر. يحب يطلع حتى هو. يفوز اسبريمي كما قاله. يقض حيتي كابلة بابا تلك في كبال كفة تعدو التنهيدة. يحب على مرايزها زو يحب على التفلة جديدة. بانها واحد يمشي البوه يقولوا بابا انا مشي العرس يقولوا لا انا يجب نعرس قبل وا واستنى انا رقل اموري واستنى ما يجيش فمت اليوم سما اشكالية كبيرة. الحق يلزم اه مشكلة متاع بحكمية يلزم الناس كل تتمرد. بما فيهم طو عبزلتي في المكي كي تاخدوا مثل من الجيل الثاني. قدموا عندو. اما هو مش محظوظ لانه هو ما جيت الكاف. فمت انك ما عندوش العصبية متاع الغنوشين متاع الجنوب. ولا كان جاكي عم حمد يجبالي عصبية الساحل ولا شي اسمه زياد العذاري. يقارحوا مقموع. تحس به ولا معناها عليه ترواء. ووقت اللي هو وصل طوى في الكهب على الستين. ومفروض يمارس السلطة داخل الحزب والتوجهات. يلقى واحد باللي حل عينيه هو الزعيم انتحهم. يحب يزيد يتمدد وزيد يتمتت وتلك المصيبة اه الكبرى. راش تغنوشي انا نرى الافضل يفهموا انو العبارات في السياسة هي كذلك بالخروج من السياسة. يلي كما تعرفش تخجم السياسة مشكلة كبيرة. وعلى فكرة في تونس ما عفوش يخجم السياسة. في دي لامين باي ما عرفش يخرج لانو جاب على المنصف باي. بورقيبة ما عرفش يخرج. بن علي ما عرفش يخرج. البيجي قادر سبسي لا يرحمه. معناها شفت انتي كان كامل اسبوع اخر وكانت ايقالته مرة واحدة وتخلي في المشاكل متاع ولده ورغم اللي انقذ البلاد وحاجات كما هاك. رئيس المرزوقي كما تخلي مش كما خرج عن هاجس الخروج. امريكا عنا مدين لانو روزفيلت انتخبو تلاث مراته وكان عاشه مرة رابعة. امريكا بعد فهمه وانو سمى قانون. احنا مازلنا مواصلين معكم شوي خناتكم مع اخبار الثمانية متاع صباح. رجعين معكم في ساعتنا القادمة في بقية فقاراتنا. استنعوا زيادة سوفيان فرحات في شوفيان ورجعين.